اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة على ما لمسناه من اللاعبين من إصرار على تخطي الهزيمة أمام المنتخب الكوري وتعويضها بلقائه أمام تايلندا وعرب سموه عثقته في لاعب المنتخب الوطني للشباب بقدرتهم على تجاوز التحديات وذلك لما يمتلكونه من حس وطني عال وحماسة كبيرة من أجل رفع اسم وطنهم عاليا في المحفل الأسيوي الكبير وكان سموه قد التقى بلاعب المنتخب الوطني للشباب في استراحة الشوطين وحثهم على بذل كل الجهود التي تجعل من المنتخب منافسا حقيقيا على اللقب الأسيوي والبطاقات المؤهلة إلى كأس العالم